شاكرين اللهم اجعلنا من الشاكرين يا رب اخواني اخواتي شاء الله ان يكون اول لقاء مع رجل من اهل القرآن ورجل من اهل الحديث سمعنا الحمد لله كتاب الله عز وجل والآن مع الدكتور عمر اجرى استاذ لعلوم الحديث في جامعة وجلة جامعة محمد الاول ومختص في الجرح والتعديل وهو من دقائق يسمى بعلم الرجال بس الله سبحانه عز وجل مبارك فيه فان شاء الله سأترجم محاضرته البلة التاصية الأخضر عليها افتراره اجرى صلى الله عز وجل كتاب الله عز وجل كتاب الله زوجل بعد كل ن да ن Angieان Wise C'est une grâce d'Allah عز وجل qu'on se trouve dans la maison d'Allah عز وجل. C'est une grâce d'Allah عز وجل d'être devant des imminents chouyouks et savants. Donc الحمد لله on entend le Coran comme il est descendu. On entend le Coran avec ses règles. Et Dr. Ajaz est un professeur des sciences du Hadith et dans une spécialité très fine qu'on appelle c'est la science des hommes صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أسرف الخلق حبيبنا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا إلى يوم الدين أحمد الله تعالى أن جمعنا في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم المبارك في هذا البيت المبارك العامل بأهله بدأ دي بدأ أتوجه بالشكر الجزيب للقيمين على هذا المركز الثقافي الكبير على المشاركة في هذه الندوة أو في هذا المؤتمر الذي يعرف بمبادئ الإسلام ولعلها حلقة أخرى من حلقات التواصل والحوار والنقاش في مواضع تخف هذا الدين خصوصا في زماننا هذا الذي يعيش هذا الدين وتعيش هذه الأمة بعض التحديات وبعض الصعوبات في التواصل وفي البيان مع الآخر فللإخوة التجيمين على هذا المركز جزيل الشكر على اهتمامهم بمبادئ هذا الدين وعلى اهتمامهم أيضا بالتعريف به في وسط هذا المجتمع وهذا البلد ولا شك أن هذا المركز يرعب دورا كبيرا في تبليغ الدين وبيان مبادئه وأخلاقه والشكر أيضا موصول للجميع من قريب أو من بعيد الذين ساهموا في إنجاح هذا اللقاء الشكر أيضا للحضور الكريم الذين يولون اهتماما لهذا الدين ومبادئه ويحبون أن يتعرفوا أو أن يعرفوا ولا شك أنهم يعرفون هذا ويعرفون أكثر ولكن الجلوس للنقاش والحوار لا بد منه من أجل معرفة كثير من ما يخص هذا الدين نشكر أيضا الأستاذ الفاضل في عبد الحميد الخمليشي على مساعدته في بيان معاني هذه الكلمات التي نلقيها باللغة الفرنسية لذين لا يعرفون اللغة العربية حتى نتواصل معهم ويتواصل الجميع ويستفيد الجميع ولا شك أن هذا العمل عمل كبير جدا نسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسلام يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليه المستكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده فهذا حديث شريف لنبينا صلى الله عليه وسلم يبين أهمية التجالس والجلوس والمجالسة من أجل التواصل والحوار ومن أجل سبب رآيات القرآن الكريم والتواصل والنقاش فيما بيننا من أجل الفهم لأننا نعلم جميعا أن مشكلة الأمة في هذا الزمان ليس مشكل معلومات أو معرفة حقيقة مبادئ هذا الدين وإنما المشكل في فهم في فهم هذه المعالم مشكلتنا اليوم في حقيقة فهمنا لهذا الدين يعني حتى نعرف يعني كيف نبلغه لأن معرفة الحقائق العلمية نظريا هذا أمر لا يكفي للتبليغ فلا بد من الفهم الجيد من الفهم الجيد لحقائق هذا الدين لحقائق هذا الدين ولذلك كتب علماؤنا كثيرا كتبا في ضوابط فهم النص المقدس سواء النص القرآني أو النص الحديث يعني ضوابط الفهم وأدوات الفهم وقواعد الفهم وهذا هو مشكل الأمة في هذا الزمان الذي نعيش فيه لشك أيها الإخوة أن هذا الدين الدين الإسلامي هو دين تميز دين تميز تميز عن باقي الأديان الأخرى تميزا كبيرا وهذا طبيعي جدا لأن اللاحقة دائما يتميز عن السابق وإلا فلا حاجة لنا به إذا لم يكن متميزا وجاء بجديد لا حاجة للناس بهذا الجديد فالدين الإسلامي إذن تميز تميز في كثير من الأشياء من أهمها أنه جاء للناس أجمعين تميز بأنه جاء للناس أجمعين وهذا هدف كبير جدا في هذا الدين وجد علينا أن نفهمه جديدا أننا حينما نفهم هذا الهدف نستطيع أن نفهم كيفية التعامل وكيفية الانسجام وكيفية التعاليس مع الناس أن الدين جاء للناس كافة ولم يأتي للمسلمين وحدهم كما كان الشأن في الديانات السابقة التي كانت تأتي في حدود قوم النبي أو الرسول الذي جاء فيه فهذا من المميزات العامة والكبيرة جدا في الدين الإسلامي وطبعا هذا نفهمه من عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ الوهدة الأولى حينما هاجر إلى المدينة المنورة يعني عمل على أساس هذا المبدأ العظيم ولذلك نجده أول عمل قام به هو تأسيس مبدأين كبيرين جدا يخدمان هذه القاعدة الكبيرة أو هذا الهدف الكبير وهو أن هذا الدين جاء للناس كافة حينما بدأ ببناء المسجد والأخوة وآخر بين الناس بناء المسجد يعني مكان لبناء أو لجمع لبنة الأمة ولحمة الأمة داخل المسجد المسجد يعني الأمن والأمان ويعني أيضا السلم والسلام داخل المسجد لا يمكن أن تتعامل مع الناس إلا برفقه لأنك تحس أنك ضيس عند الله عز وجل فهذا المسجد وبيت من بيوت الله ونحن حينما ندخله للعبادة للتقرب والتواصل مع الله عز وجل نكون ضيوفا عند الله عز وجل فلذلك حتى إذا كنت تخاصم شخصا خارج المسجد وهرب منك ودخل إلى داخل المسجد لا يمكن لك أن تتبعه لتضربه أو تقتله أو تفعل به ما تفعل داخل المسجد فبمجرد دخوله إلى المسجد معناه أنه دخل إلى منطقة السلم والسلام إلى منطقة الأمن والأمان وهذا هدفا كبير جدا يخدم هذا يعني شمولية الدين وإنه جاء عاما وجاء من الناس أجمعين والأمر الآخر هو الأخوة آخر نبي صلى الله عليه وسلم بين الناس وهذا مغزا كبير جدا مغزا كبير جدا من رسول الله من مكة مهاجرين يعني المهاجرين هم الناس الذين جاءوا من مكة إلى المدينة وبين الأنصار الأنصار هو أهل المدينة يعني هم الناس الذين جاءوا منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرين من مكة فإذن يعني جاء أناس جدد من مكة إلى المدينة فكان لابد من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعمل على أن يكون هناك انسجام انسجام وتوافق بين المهاجرين الذين حلوا وبين الأنصار وهم أهل المدينة فهذين المبدأين يخدمان يعني شمولية الدين وعمومه للناس أجمعين ولذلك نجح رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع الأعمال بعد ذلك نجح فيها نجحا باهرا يعني احتفي التعايش في الانسجام في قبول الآخر يعني قدم درسا بليغا ودرسا كبيرا جدا في هذه المبادئ وفي هذه القواعد بسم الله وفي هذه المبادئة وفي هذه المبادئة وفي هذه المبادئة بيننا. Surtout en ce moment que la communauté vit beaucoup de défis et surtout parmi ces défis c'est notre relation avec l'autre l'autre ça veut dire le non musulman. Toute la reconnaissance donc à ce centre qui joue un rôle très important pour montrer l'éthique et le comportement et les principes de notre religion et à tous ceux qui ont participé pour que cette rencontre soit réussite. Et à vous aussi tous les présents qu'ils veulent apprendre plus même si je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui savent beaucoup de choses mais ces rencontres restent très importantes. Et aussi un remerciement au traducteur qui fait un travail pour qu'on touche ce public francophone. Le prophète dit à chaque fois que des gens se réunissent dans la maison d'Allah Azzawajal pour lire les paroles d'Allah ou l'étudiant entre eux les anges descendent sur eux et la Sakinah la sérénité les englobe la miséricorde d'Allah Azzawajal les enveloppe et Allah les mention auprès des anges. Ce hadith noble nous montre l'importance de s'asseoir et de s'asseoir pour Allah Azzawajal pour méditer dans les versets d'Allah Azzawajal parce que le problème de la communauté aujourd'hui c'est pas un problème des informations c'est pas un problème de la science ou du savoir. Il y a au contraire beaucoup d'informations mais le problème il est dans la compréhension la compréhension qui manque aujourd'hui pour pouvoir transmettre notre religion à l'autre. Il faut vraiment bien la comprendre bien comprendre les réalités de cette religion. C'est pour cela les savants anciens ils ont même avant ils ont fait attention à ce point là ils ont écrit beaucoup de livres pour parler de la compréhension du texte sacré ça veut dire le Coran et le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Notre religion est une religion distinguée. bien sûr elle est distinguée des autres religions c'est normal sinon tout ce qui vient après il doit se distinguer de ce qui précède sinon il n'y a pas besoin qu'il vienne. Donc l'islam il s'est distingué des autres religions il s'est distingué par beaucoup de choses et la première chose c'est que c'est pas une religion comme elle était avant chaque prophète il a été envoyé dans un périmètre bien déterminé dans son environnement c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a été envoyé pour tous les gens pour toute l'humanité et ça c'est un objectif très noble et très grand que nous devons le comprendre et méditer dans le méditer très très bien si parce que si on le comprend on va savoir comment on doit agir avec les gens comment on va vivre en cohérence en parfaite cohérence avec les gens et on le comprend des actions et des actes du prophète sallallahu alayhi wa sallam par exemple quand il a fait la hijra quand il est parti de Mecca à Midine il a mis en pratique ce principe noble il l'a fait parce que dès qu'il est arrivé les deux premières choses qu'il a fait c'est construire la mosquée et établir la fraternité entre Al-Muhajirun ou Al-Ansar donc entre Al-Muhajirun c'est des migrants donc c'est des gens de la Mecque qui sont venus avec le professeur Al-Ansar c'est des gens de Midine qui ont accueilli leurs frères pourquoi construire la mosquée parce que c'est un endroit pour réunir la communauté c'est un lieu la mosquée veut dire un lieu de paix et de sécurité et de sûreté à la mosquée on peut agir avec les gens qu'avec douceur et avec gentillesse parce que le musulman sent et a la certitude qu'il est invité de Allah Azzawajal quand il est dans la mosquée il est là pour chercher ses proximités avec Allah Azzawajal même quand il y a des querelles entre les gens ou bien des disputes c'est quelqu'un il fouille il rentre à la mosquée il peut pas l'autre le suivre parce qu'il rentre dans une zone de paix de sécurité puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a établi cette fraternité et ça aussi c'est une grande intelligence de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam parce que il a fondé cette société Amidine pour fonder une société il faut qu'il y a cette cohérence il faut que la société soit homogène donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam parmi les premières choses qu'il a fait c'était ça et c'était la raison pourquoi il a réussi dans tout ce qu'il a fait après à partir de ces deux principes la mosquée et la fraternité parmi les premières 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 pour les témoignages parmi les premières وفعال أما المؤخذ فإنها احدث نوع من الانسجام بين المجتمع والحوار والتعايز يعني على هذا المنهج الجديد الذي جاء بيك رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أن بنأكيان أمة بنأكيان الأمة هذه الأمة الجديدة يعني كان لابد أن يبدأ على أساس المسجد والمؤاخات من الناس يعني المؤاخات الدموية يعني الأخوة التي قصدها الأنسل عليه وسلم هي الأخوة الدموية يعني حتى يعلم الجميع حتى يعلم الجميع حقيقة حقيقة عمل وماذا يريد أن يقصد أن يقصد إنما آخر بين الناس أي جاء لابد رجلين أخوين يعني حتى يكون هذا الرباط يعني الرباط بين الناس رباطاً إيمانياً دموياً يعني من حيث الدم الأخوة من حيث الدم فلذلك يعني سار عمله صلى الله عليه وسلم في هذا الإطار فقال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الإطار في حديثه الشريف الشريف تآخوا في الله أخوين أخوين تآخوا في الله أخوين أخوين فمسك صلى الله عليه وسلم من يد علي بن أبي طال فقال وهذا أخي وهذا أخي يعني في صورة جميلة لبيان أن هذا الأمر ليس أمر هيناً وإنما هدف رسول الله سبحانه وإنما كان هدفاً كبيراً جداً لابد من أن يوحد النبي صلى الله عليه وسلم بين الهدف والمنهج وهذا ضروري جداً في نجاح أي عمل لابد من أن يتكامل الهدف الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم ليحققه وبين المنهج يعني المنهج الذي سيخدم هذا الهدف من حيث التحقيق ولي ذلك أصنع صلى الله عليه وسلم دعائم الأمة وجعل الصحابة يفهمون هذه المعطاية بكل بساطة وبي كل شهود كبيراً كبيراً دعائم الأمة 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 مدسage que ce n'est pas quelque chose d'optionnel, mais c'est quelque chose vraiment de réel et de fort. Il leur a dit « établissez cette fraternité entre vous deux à deux ». Il a pris la main de Ali, il a dit « et celui-là est mon frère ». C'est une belle image pour montrer ce grand principe. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous montre que l'objectif est la pédagogie وكان يصل على الوصول يصل على هذا المسرح من هذه الأشياء المسرحة ومعطي المسرحة 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 ومعطي المسرحة المسرحة هو طبعاً في التعامل مع ما قضته سنة الله عز وجل وذا ما كان يفعلهن بسم الله عليه وسلم من حقائق التنوع عن التنوع في المجتمع ومن حقائق الاجتماعية التي تحقق الغاية أو تحقق المطلوب والتفكير بطريقة منفتحة يعني التفكير بطريقة منفتحة على الآخر غير ديقة لأن الأطر الديقة أو الداعية الديقة لا ينتج فعلاً إلا فكرة ديقة يعني الإطار الديق أو الداعية الديقة لا ينتج في الأخير إلا فكرة ديقة لا ينتج شيئاً آخر ينتج خيارات ديقة لا تنسجم مع واقعها ولا تنسجم مع حياتها ولذلك علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه المنهج الرافع في كيفية التعامل في كيفية الانفتاح بصدر أحب دون أن يخاف حتى وإن اضطر له ذلك التنازل في البداية على كثير من الأمور كما سوف نرى في بعض النماد ولكن هذا فقط من أجل أن يحقق هدفه البعيد ورؤيته المستقبل يعني الناس عادة من فكره منديق لا يحبون أن يتنازلوا لأنهم يرون في هذا التنازل ضعف أو انهزام وهو في الحقيقة ليس كذلك التنازل ليس ضعفاً وليس فشال فهذا ما فقط من أجل أن نحقق الهدف خصوصاً إذا كان الإنسان في موضع ضعف فمن غير الطبيع أن يكون الإنسان في موضع ضعفه وهو لا يريد أن يتنازل يتنازل عن بعض أفكاره التي قد تحدث له مشكلاً بينه وبين الآخر فأن يتثبت أن يتثبت الإنسان برأيه والآخر برأيه فهذا معنى إغلاق باب الحوار وإغلاق باب النقاش يعني يسد هذا الباب فينصر الجميع وتقع الإزاعات وتقع المخصومات وتقع المشاكل إغلاق برأيه صلى الله عليه وسلم, c'est ce qu'il a mis en pratique. Il était basé aussi sur la promotion de la diversité, de la sociabilité. Si tu veux aboutir à ton objectif, tu dois suivre ce chemin du Prophète صلى الله عليه وسلم d'ouverture, d'ouverture sur l'autre. Parce que le da'i ou bien cadre, une personne qui est restreinte ne peut produire que des pensées restreintes, qui ne peut produire que des choix restreintes, qui ne sont pas cohérents avec ce qu'il vit. Donc le minhaj, le cheminement du Prophète صلى الله عليه وسلم, il était cette ouverture sans avoir la peur de l'autre. Et même, des fois, le Prophète صلى الله عليه وسلم, et on va le voir par des exemples concrets de sa biographie, il donnait, le Prophète صلى الله عليه وسلم, cédé pour des choses qui sont négociables. Ce sont des choses qui sont moins importantes pour réaliser sa vision du futur. Parce que les gens qui ont une pensée restreinte ne veulent pas céder et pensent que céder, c'est une faiblesse, c'est une défaite, etc. Au contraire, quand tu as ton objectif qui est noble, tu sauras sur quoi tu peux céder ou non. Et ce qui n'est pas normal, c'est de trouver que, surtout quand les gens, ils sont, comme aujourd'hui la communauté, dans une position de faiblesse, ils ne veulent pas céder sur des pensées, ils ne veulent pas céder sur des pratiques, et bien qu'est-ce qui se passe ? Et bien ils ferment la porte du dialogue et discussion avec l'autre. Et le Prophète صلى الله عليه وسلم, sa stratégie, c'était d'ouvrir ses portes de dialogue et de discussion avec l'autre. Et le Prophète, c'est un autre. الآخر لا يزن منه القناعة يعني أن تقنعه أو أن يقنعك أهما ولو لم تكن أنت مختلفا لم يكن الآخر مختلفا وإذا اتفق إثنان في كل شيء فلا حاجة لأحده مطرعا يعني هذه من سنة الله عز وجل في خلقه وفي الحياة أننا نختلف نختلف المشكلة ليس بالاختلاف لأن الاختلاف ضروري لأنه لا يمكن أن نكون متفقين في جميع الملطايا حتى وإن اتفقنا في فكرتي فأنا أعبر عنها بأسلوب ومنهج وأنت أيضا تعبر عنها بأسلوب ومنهج آخرين فلذلك الاختلاف مشروع أن نختلف في الأراء وفي المناهج وفي التصور وفي طرق الإيسان هذا ليس مشكلة المشكلة في كيفية التواصل التواصل في كيفية إبداء الرأي في كيفية الفهم يعني كيف تفهمني وفي فقه أفهمك يعني في جو من الحوار وفي جو من الانسجام وفي جو من التعايش لذلك كان الانسجام والتعايش شعور داخلي جميل بين الناس يعني شعور داخلي جميل يعني بين الناس وفي النفس الإنسانية يستطيع الإنسان من خلال ذلك أن يوصل فكرته أن يوصل فكرته وتقبل تقبل من عند آخر بصدر رحم وأقبل أيضا أنا فكرتك بصدر رحم لكي نعبر عن معالي التواصل ومعالي الانسجام ومعالي التعايش فيما بيننا الانسجام بين الناس يبرز العلاقة الإيجابية بينهم ويبرز أيضا ذلك الشعور بالانتماء بالانتماء إلى هذه الهوية الفطرية التي تجمعون نقولنا أن الناس هذا الدين جاء إلى الناس كافة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حديثه الشريف يولد المولود على الفطرة الفطرة هي فطرة الدين يعني كل مولود يولد على فطرة الله التي فطر الناس عليها يعني كيف يصير الإنسان بعد ذلك يهوديا ومصرانيا ومجلوسيا هذا من تدخل الإنسان من تدخل الإنسان في هذه الفطرة رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه 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 يهودانهم أو يمجسانهم أو ينصرانهم الحديث ما فيه حديث عن الإسلام يؤسلمانه أو يسلمانه لأن المقصود بالفطرة في الحديث هي فطرة الدين الخاتم وهو دين الإسلام بعد ذلك يتدخل الإنسان يعني الأبواه فيجعل الإبن يهوديا إذا كان يهوديا والأب النصراني يجعل الإبن نصرانيا والأب المجوسي يجعل ابنه مجوسيا فإذا ما يجمعنا جميعا ما يجمع الإنسان وهذه الفطرة التي نخلق عليه وهذه مسحة كبيرة جدا في كيفية التعامل والتفاهم فيما بين الأفراد الانسجام أو التعايش هو أيضا الاعتراف بحق آخر أن ننسجم ونتعايش معناه أننا كل واحد مننا يعترف بحق الآخر بالحياة في مجتمع واحد وفي بلد واحد والناس يتعايشون بالدين وبالمرؤة وبالمرؤة وبالحياء وبالرهبة والرهبة لا شيئا آخر يجبعنا إلا هذا الأمر التعايش هو الوجود المشترك الوجود المشترك بين الناس على اختلاف طبائعهم وعلى اختلاف مقاصرهم وعلى اختلاف أهدافهم أي اعتراف بالآخر والتعايش هو تنظيم وسائل العيش بين الناس فهذه المساحة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في إطار هذا الدين الجديد أراد أن تكون فيما بين الناس حتى يفهموا مسائلهم وكيف يوجرون اختلافاتهم المفرد من خلال ما يجبعنا من فطرة سليمة أن هذا الاختلاف فيما بيننا لا يمكن أن يؤدي إلى الخصام أو إلى النزاع أو إلى الفرطة بل هو أسلوب راقي من أسلوب التواصل وأسلوب الفهم الذي يجعلنا مجتمعين وموحدين على قلب رجل واحد إِذَا كُنَّ نَفْلَمُ أَنْ نَفْلَمُ أَنْ نَغْتِلَابَ وَأَنْ آُنِينَ هذا هو مستضعي، هو نهمن مشكلفه، أنه لا يقل من نريك، كونه نحن من كمن أحد مثال، كونه نعال، كونه أن أزبعه، كونه نحن نعلم، كونه نحن نحن، قل من موجود في عاما ومن أجان الى مزيدة، يمكنك أن تتعطيكك لتعطيك و يمكنك أن تتعطيك في وجودة سنة هذه الفرمة. هذه التعابيرات بين الناس يجب أن يكون على المزيدة و على التعاطي و على التعاطي و على التعاطي. C'est comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a voulu. Il n'est pas venu pour un peuple précis, il est venu pour toute l'humanité. Et il a dit que chaque personne naît selon cette nature primordiale. Chaque personne, donc toute l'humanité, ils ont un terrain commun qui est la naissance. Ils viennent tous selon cette fitra. Et c'est les parents, donc sans l'intervention de l'homme, tous les gens, ils ont la même fitra. Il dit le professeur ensemble, c'est ses parents qui le rendent juif ou chrétien ou païen, etc. Et cette fitra, c'est ce qui nous réunit tous ensemble. Et c'est le terrain d'entente. Donc cette cohérence et ce vivre ensemble veut dire, c'est de reconnaître le droit de l'autre à la vie dans une même société, dans un même pays. Les gens cohabitent et coexistent avec la religion, avec la pudeur et avec la volonté et des fois avec aussi la crainte, c'est-à-dire avec la loi. Donc cette coexistence entre les gens, quels que soient leurs objectifs, c'est cette reconnaissance de l'autre qui fait que la vie entre eux devient possible et devient comme Allah SWT l'a voulu, selon ce terrain, ce premier terrain qui nous est commun, qui est la première fitra. Donc si on comprend ça et on agit entre nous, comme il nous enseigne le prophète SAW, avec un style très civilisé, très développé, on comprend l'autre et on peut ne pas être d'accord, on sera tous unis comme un seul homme malgré notre divergence. Parce que notre divergence, si on agit ainsi selon cette pédagogie prophétique, nous amènera jamais à des querelles, jamais à des divisions, jamais à des disputes. L'université الهدف منهم وبيان الحقيقة لنحن في إطار نظرتنا الديقة حينما تقوم مناظر بين اثنين ننتظر فقط من سينتصر هذا هو الأفق من الهدف من سينتصر هذا المسلم أم هذا المسيحي أم في المناظرات ولكن الهدف في الدين ليس هو الغالب والمغلوب الهدف هو أن تظهر الحقيقة للسامع ولذلك لا بد من أن تكسب القلوب أولا وتوحد على كسب المواقف أو الآراء لتأملوا معي أيها الإخوة يعني قصة نبي الله موسى مع أخيه هارون حينما قال سيدنا موسى لأخيه هارون عليهما السلام يعني كلام كبير جدا يعني كلام كبير يعني يوجهه موسى لأخيه هارون يعني كأنه فيه اتهام للمعصية فيه اتهام بأن هارون لم يكن بالمسؤولية التي أنقه بها موسى عليه السلام يا هارون ما منعك إذا رأيتهم ضلوا أن لا تتبعني أفعصيت أمري هذا من قبيل الكلام الذي قد يحدث فيما بيننا في واقعنا المعيش يتهمك أحد أو تفهم أنت من كلامه أنه يتهمك فلا تصبر وثور طورة عليه فترد عليه بمثل قوله فيقع الشجار ويقع عدم تفاهم وتقع فوق ولكن هارون فاهم قصد أخيه ولذلك لم يرد عليه بمثل كلامه يعني يرد عليه ردا حاول هارون من خلال هذا الرد أن يحافظ على الوحدة وعلى المخوة فيما بينه وبين أخيه أراد أن يحافظ على فتح الباب بينه يعني على أن يجعل الباب مفتوحاً للحوار ولتواصل الحوار يعني تأملوا أن هارون سيرد على موسى بمثل قوة كلام موسى حينها سيغلق النقاش فيما بينهما وينصرف هذا وينصرف الآخر فتقع الفرقة والشقاق والنزاع بين الأخوين ولكن هارون كان ذكياً جداً حينما حافظ على هذه اللحبة برده فقال إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي إني خشيت أن تقول يعني لماذا؟ يعني رد عن السؤال خشيت يعني لو تصرف هارون تصرف الآخر مع هؤلاء ومع بني إسرائيل لو وقع شيء أخر من صرف الناس وانصرف الجمع ويأتي موسى ولا يجد أحد فلذلك تعاملها وهذه المعاملة حتى يحافظ على الصف إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي يعني لم تنتظر قولي ولم تنتظر رجوعي فتصرفت تصرفا فرق بين الناس وذهب كل واحد إلى حال سبيله لابد أيها الإخوة يعني في كلامنا مع الآخر وفي حوارنا أن يكون دائما يعني من خلال الكلام أن نجعل هذه المساحة يعني المساحة أن تكون دائما نخليه المساحة الكبيرة والباب مفتوحا لقبول الرأي الآخر لأن سهولة جدا يعني أن يغضب الإنسان وأن يطوع ويغلق باب مناقشة ويمشي وتكون الفرقة الآبادية التي لا يريدها المنهج الإله أو المنهجي النبو مجتمع المدينة الذي أسسه النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان منسجما وكان متعايشا فيما بينه لأن هذه حالة أحدثها النبي صلى الله عليه وسلم من خلال هذا المنهج وطبعا من غايات الهجرة النبوية هو الوحدة يعني وحدة الصف بين الناس أجمعين وليس الفرقة يعني وحدة الصف رغم أن هذا المجتمع المدني كان يضم المؤمنين والمنافقين والمشركين واليهود وغيرهم من الأطياف الأخرى رغم ذلك أحدث النبي صلى الله عليه وسلم بينهم سجاما وتعايشا وهذا طبعا من خلاله معاملة النبي الحكيمة فيما بين الناس فكان لا يقبل أن يضلم شخص يعيش في المدينة كيفما كان نوعه وكيفما كان فكره وكيفما كان تصوره وكيفما كان دينه يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم منسجما منسجما بما جاء به القرآن فكان عادلا بين الناس يعني ما يمكنش يقول هذا مسلم وهذا مشرك وهذا يهود فإذا أعطي الحق للمسلم ما كان ذلك لو فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يده يعني ما كانش ليس هناك فرق بين الناس في فكر النبي وفي تصوره وفي تعامله مع قوعد الدين ومبادئه وأخلاقه إذا كان المسلم هو الظالم والمطلوم مشركا كافرا كان أو يهوديا أو مصرانيا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقتص من المسلم لصالح هذا المشرك أو اليهودي حتى يعطيه حقا وحتى لا يقال أن محمد صلى الله عليه وسلم يجور على الناس ولا يعدلو فيما بينه أعطي الحق للمسلم إنه بحقوط سمتحل رصالح أضع أغفر أعطيح أغفر أعطيح 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 أمسلم دعائح أعطيح أعطيح في سوق في السابق في سوق سوق أعطيح جدت أعطيح أعطيح المسلم والدصق أعطيح سيدنا موسى سيدنا موسى سيدنا موسى سيدنا موسى سيدنا موسى إذا الشركة بإنطاءات المساعدة الموجودة C'est très facile la division, c'est très facile la rupture, ça c'est la destruction. Mais la construction elle est très dure. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a construit la société de Médine, il a construit une société cohérente, une société qui promeut le vivre ensemble. Et cette société ce n'était pas une société de musulmans, non. Il y avait des croyants, il y avait des hypocrites, il y avait des associateurs, il y avait des juifs. Donc il était une société très diverse mais ils étaient cohérentes, ils vivaient dans les vivre ensemble, c'est ce qu'il a, c'est avec cette pédagogie et cette sagesse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il refusait le prophète sallallahu alayhi wa sallam quiconque qui subit injustice à Médine. Il voyait ici ni s'il est musulman et ce n'est pas musulman. Parce qu'il était cohérent, il était le prophète sallallahu alayhi wa sallam cohérent avec les percepts du Coran. Dans la justice, il ne voyait pas de différence entre un musulman, un hypocrite ou un juif ou un autre. Si l'oppresseur c'est le musulman, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il rend justice à l'autre parce qu'il est opprimé. Ainsi qu'il y avait unepremise, ilРИ de la bible au覆영, il y avait un rabbinus n'éclat sur le Christiane. À ce qu'il alors il dit, ça avertit audowne à maïdienne. « Voilà ce que nous aident, cela a reçu par les hommes pour une biologie, je n'y crois pas ta.... ça acaba en какое-là, 3 fois qu'il leur compter avant-c'élo 오른. four alors qu'il les lui, يحب المحسين يعني يخبر بخيادتهم ولكن مع ذلك يأمرهم بالصفح والصبر والإعفاء فاعفوا عنهم والصفح إن الله يحب المحسنين العفو هو ترك المواخدة على الدم أن تعفو على الإنسان وهو أن تترك مؤاخدته على الدنب الذي اقترفه في حقك يعني ما شئت تجعل ذلك سبباً من أجل مخاصمته يعني العفو الحقيقة أن العفو هو الشجاع هو الرجول لأنك لا تصبر وترد بالمد هذا سهل جداً سهل لكن الصعب هو أن تعفو يرتكب دنب في حقك فتعفو عن صاحب هذا الدنب أما الصفح فهو ترك أثر ذلك الدنب في النفس الصفح هو ترك أثر ذلك الدنب في نفسه يعني لا تتأكّر بهذا الدنب لأن الإنسان يخطئ سيخطئ نعم فإذا الإنسان أن يعفو وهذا أمر من الله عز وجل أمر في القرآن في آيات كثيرة وفي أحاديث كثيرة جداً بأن لا نقابل الذنب بالدن والشجاعة هي أن تعفو على صاحب الدنب وهو الصعب لأن السهل هو أن ترد بالدنب هذا هو السهل خصوصاً إذا كنت في وسط جماعة فما غدش تضع غد يقول عليك أنك كنت سنبياً إذا كنت ضعيفاً فترد فهذا هو الأمر الصعب ليس هو الأمر الصعب يعني أن تعفو هو الصعب وهو الشجاعة التي حتت عليها آيات كثيرة جداً في القرآن وفي الحديث النبوي الشريف وقال الله عز وجل ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقه ولا يزالون مختلفين إلا من رحمه ولذلك خلقه يعني سنة الله في خلقه يعني سنة الله ولكن الأصل كيف نوجه ذلك كيف نجعل هذا الخلاف إيجابياً النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية يعني تنازل فاعتقد اعتقدت والقريش أنه تنازل ولكن كان هدى ذكاء من رسول الله ورؤية مستقبلية كبيرة جداً في أي شيء تنازل النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية حينما مسح لفظة رسول الله لأن الصحابي كاتب محمد رسول الله لأن ذكاء يعني كي تكتب عقب ومعاهدة معاهدة صلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش فكتب الصحابي محمد رسول الله فرفضت قريش قالوا كيف تكتب رسول الله نحن لا نعترف بأنه رسول الله وهذا عقب هذا عقب يعني هذا قبيعي جداً من قريش لأن هذا عقب ستأخذ قريش نسخة ويأخذ النبي صلى الله عليه وسلم نسخة فكيف تتأخذ قريش نسخة من معاهدة مكتوب فيها محمد رسول الله وهي لا تعترف بأنه رسول الله فكان قبيعياً جداً أن تنفض ولكن الصحابي الذي كان يكتب رفض أيضاً رفض أيضاً أن يمسح لفظة رسول الله صلى الله عليه وسلم احتراماً لأن الصحابي لم يستطع أن يمسح رسول الله وتقديراً وتبجيلاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني تصور لو جاء النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحاب Estate يقول له ما تمسحك معناه أن هذا غلق لباب المعامل قد تنسحب قريش وينسحب النبي صلى الله عليه وسلم وتقع معارك دموية فيما بين النبي وبين قريش ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان حكيما جدا حكيما في تصوره وفي رؤيته فحينما رفض الصحابي بأن يمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقال أرني إياها يعني أرني لبلا أصلي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ورقتك فأراه إياها فمسحها النبي صلى الله عليه وسلم بيديه لأن لحكمة النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني هذا طبيعي جدا قريش لا تعترف بك بأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك لن تقبلك الامتب في ورقتها محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك يعني تنازل من أجل الحفاظ على الحوار على التواصف فيما بينه وبين قريش وإلا لكان شيء آخر من الجروب الدموية التي كانت ستقوم بينه وبينه قريش وهو منهج علمه الصحابة وعملوا به بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلذلك علي بن أبي طالب أيضاً يمسح كلمة أمير المؤمنين في صلحه الذي وقع بينه وبينه معاوية حقناً للدماء يعني مشيئ الناداء وعالي كان أميراً للمؤمنين ولكن حينما رفض عثمان أن يكتب علي أمير المؤمنين مسحه علي لماذا حقناً للدماء حقناً لدماء المسلمين وترسيخاً لمبدأ التعايش والتصالح وجعل الباب مفتوحاً لكل حوار لكل تفاهم بين الناس الله سبحانه عز و جل dit dans le sens du verset dans le Coran en parlant des gens des livres il dit au prophète صلى الله عليه وسلم tu ne cesses de découvrir leur trahison sauf peu d'entre eux donc part dans l'heure et tour la page parce qu'Allah il aime les bienfaisants donc il lui parle qu'il fonde la trahison puis il lui donne l'ordre c'est quoi cette injonction c'est le pardon et la retenue et la patience et l'afou qui est le pardon l'afou veut dire de ne pas en vouloir la percance de ce qu'il a fait et ça c'est une bravure et ça il n'y a que les gens les vrais hommes qui peuvent le faire les braves mais ne pas patienter et de riposter etc ça tout le monde peut le faire et ça c'est très très facile et le safah c'est de ne pas laisser l'impact de ce de cette querelle dans ton coeur dans ton nefs donc l'afou c'est un ordre c'est une injonction divine dans le Coran et dans les hadiths du prophète صلى الله عليه وسلم on est toujours invité à ne pas rendre le mal par le mal surtout quand tu es devant un public à côté des gens parce que ton souci c'est qu'est-ce qu'ils vont dire de moi ces gens ils vont dire que j'étais pas à la hauteur si je pardonne j'étais lâche peut-être mais dans le critère de la religion c'est le contraire c'est la patience et la retenue qui est le courage Allah Azza wa Jal dit aussi dans le sens du verset cet enseigneur aurait voulu il aurait mis tous les gens tous les gens une seule communauté unie mais ils resteront divergents ils resteront dans la diversité et c'est pour cela qu'il les a créés Allah Azza wa Jal continue à dire il les a créés pour cette diversité donc la diversité n'est pas un problème un problème comment cette diversité soit positive pour nous et là le prophète s'il nous donne plein d'exemples dans le pacte de l'Hudeibia le prophète s'il 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 s'est passé donc il devait signer un pacte de réconciliation avec Quraysh et une fois qu'il voulait conclure ce pacte un compagnon qui écrivait ce pacte il a écrit ce pacte et conclut entre Mohammed et Rasoulullah et les autres ils ont dit non نحن يمكن أن أرسول الله أنك أنه يَنَسَجباً لِي فالأُا صَقَخِرًا وَا ا� UCI فَاهُنُهُمْ صَقَخَلَيْهُمْ وَالَجَنَسَجباً لِي فَهُمْتَ يُعَنَسَ جَنَسَجباً لِي فَاهُمُمْتَهُمْ لِهَا سَقَخِرِ وَأَجِنَسَ جَسَجباً لِهُمْتَهُمْ كَهُمْنَسَبُونَ لِي imaginez si le prophète sallallahu alayhi wa sallam il était solidaire avec ce compagnon qu'est-ce qui l'aurait passé parce qu'il ce qui serait c'est la rupture c'est l'arrêt de dialogue c'est du sang c'est des querelles et c'est des guerres et c'était pas l'objectif du prophète sallallahu alayhi wa sallam autre chose autre chose où je l'ai écrit ah oui exactement masha'allah et les compagnons radiallahu alayhi wa sallam ils ont suivi ce cheminement du prophète sallallahu alayhi wa sallam parce que quelques années après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam un incident qui va se passer qui ressemble à celui là donc c'était cette cette incident entre ali et mouaoui ardiyallahu alayhi wa sallam et quand ils vont écrire un pacte de réconciliation ils vont écrire ce pacte établi entre amir mu'minin ali et l'autre lui dit non tu crie pas amir mu'minin malgré qu'il était amir mu'minin mais là cédé sur cette forme pour gagner l'union des musulmans il a dit d'accord tu l'enlèves donc le pardon et le fait de céder sur des choses qui ne sont pas importants et qui sont négociables c'est pas du tout une lâcheté c'est pas au contraire c'est la vraie bravure et c'est le cheminement du prophète mohammed sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons pour laisser la porte ouverte grande ouverte et l'espace de plus en plus grande entre nous et les gens réconds réconciliation réconds 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يحترم الآخر لمرت عليه جنازة يهود فقام لها فقيل له يا رسول الله إنها جنازة يهود فقال صلى الله عليه وسلم أوليسك نفسه يعني احترام إنسانية الآخر النبي صلى الله عليه وسلم لم يحترمه كونه يهوديا وإنما احترم الإنسان احترم هذا هذا الإنسان وقال أيضا في حديثه الشريف ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أوجد منه شيئا بغير قيب نفسه فألا حجيجه يوم القيامة يعني شوف كيف شغل يكون رسول الله حجيجك أنت أيها المسلم يوم القيامة لمسافة أربعين عاما ومع ذلك المسلم الذي يقتل معاهدا لا يجد أي لا يشم هذه الرائحة فهذا كلام طيب وجميل من رسول الله يوم القيامة يعني علينا أن نقتل بمنهج النبي إسماعي يعني لا نتحاكم إلى الهواء علينا أن لا نتحاكم إلى الهواء الذي يحكمنا والغير والحقد الذي يملك هذه القلوب علينا أن نتعامل وفق منهج القرآن ومنهج السنة النبوية إذا أردنا أن تكون طلوب مجتمعة على حب الله عز وجل وعلى حب القرآن وعلى حب السنة يعني في الآخر أجدد شكري لجميع من ساهم من قريب أو بعيد في إجاحي هذا النشاط الإشعاع الذي ينظمه هذا المركز وأشكر إخوة الذين حضروا على سعاتي صدرهم وأرجو أن يكون كلام مفيدا للجميع ونسأل الله للجميع التوفيق والسداد والحمد لله رب العالمين شكرا لتقول شكرا لتحدث عن تقول وعلى حبته ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر